اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اختلفا في مدينة قعطبة في محافظة الضالع وادى القصف العنيف لطيران العدوان السعودي الى تضرر العديد من المنازل وبعض المزارع نتيجة سقوط احد الصواريخ بالقرب منها في حارة البستان جنوب مدينة قعطبة كما ادى القصف الى تضرر مبنى مكتب الاتصالات بشكل كبير فيما تطايرت شظايا الى داخل المنازل في قعطبة وفيما اشارت المصادر الى سقوط ضحايا بين شهيد وجريح جراء الغارات مؤكدة ان قصف الطيران السعودي تسبب بنزوح العديد من الاسر من جنوب قعطبة بعد اصابتهم بالفزع والخوف الكبير وتعد الغارات الاخيرة التي شنها الطيران العدوان السعودي هي الاعنف منذ بداية العدوان السعودي على اليمن قبل شهرين تقريبا حيث تم اطلاق اكثر من ثمانية صواريخ من النوع الشديد الانفجار والتأثير ترجمة نانسي قنقر